وفي المتابعة الحكومية لملف الخدمات شدد رئيس الوزراء على أهمية أن يستهدف فريق الجهد الخدمي والهندسي المشاريع التي لا تدخل ضمن أعمال الوزارات أو المحافظات أو الدوائر البلدية لتجاوز الكلف وتفادي تداخل المهام بين الجهات التنفيذية جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لفريق الجهد الخدمي والهندسي لمتابعة تنفيذ المشاريع التكملية والطارئة في بغداد والمحافظات للعام الحالي واستعراض خطة إطار العمل للعام المقبل ووجه رئيس الوزراء بتشخيص الأراضي المناسبة لإنشاء المباني المدرسية واستكمال الموافقات الأصولية وتحويلها إلى صندوق العراق للتنمية لإنجازها وفق الآليات المعتمدة اختصار الزمن والجهود مشيرا إلى أهمية استهداف الطرق الرئيسية ومشاريع المياه والبنى التحتية لتحقيق أفضل الفوائد ضمن التخصيصات المعتمدة اشتركوا في القناة